بسم الله الرحمن الرحيم ذكرى وفاة المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي قدس سره والد سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي مد ظله العالي في الثامن والعشرين من شهر شعبان المعظم عام 1380 للهجرة النبوية المقدسة في الساعة الواحدة قبل غروب الشمس تقريبا توفي سماحة آية الله العظمى الإمام السيد مهدي الحسيني الشيرازي قدس سره في أثناء الوضوء وسط صحن الدار التي كان يسكنها في مدينة كربلاء المقدسة الواقعة بين الحرمين الشريفين حرم سيدنا ومولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه وحرم سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام وكانت ولادة الإمام الشيرازي أيضا في مدينة كربلاء المقدسة منتصف شهر شعبان المعظم من عام 1304 للهجرة النبوية المقدسة في الدار الواقعة بين حرم الإمام الحسين عليه السلام وبين المخيم الطاهر وما يلي هو موجز من تأريخ حياته الشريفة أولا لقد تلقى الإمام الشيرازي دروسه الأولية الدينية أي المقدمات في مدينة كربلاء المقدسة على ثلة من الأعلام الأخيار حتى توفي والده آية الله السيد ميرزا حبيب الله بن الميرزا آغا أخ الإمام المجدد الشيرازي قدس سره في كربلاء المقدسة عام 1320 للهجرة وشيع تشييعا مهيبا وصلى على جثمانه آية الله العظمى الإمام السيد إسماعيل الصدر في الصحن الحسيني الشريف ودفن في وسط الهليز باب الزينبية من الصحن الشريف ثم انتقل الإمام السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي بالعائلة الشيرازية إلى سامراء المقدسة حيث الحوزة العلمية المقدسة التي أسسها الإمام المجدد الشيرازي قدس سره وكانت آنذاك بإدارة زعيم ثورة العشرين الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس سره خال الإمام السيد ميرزا مهدي الشيرازي لأمه واغتنم فرصة حيث جاء فيها إلى النجف الأشرف وتلمذ خلالها على المرجعين الكبيرين الكاظميين الخراساني واليزدي قدس سرهما ثم عاد إلى سامراء المقدسة كما وقد تلمذ على الإمام الشيخ محمد تقي الشيرازي في سامراء المقدسة أكثر من خمسة عشر عاما وانتقل معه على إرهاصات ثورة العشرين إلى كربلاء المقدسة حيث بركان الثورة الإسلامية ضد الاستعمار البريطاني واشترك مع سائل العلماء الأعلام الآخرين تحت قيادة خاله زعيم الثورة في العديد من الأبعاد الاستشارية والإدارية والعسكرية وغيرها حتى استشهد الزعيم العظيم قدس سره بالسم فانتقل الإمام السيد ميرزا مهدي الشيرازي إلى النجف الأشرف ليواصل نموه العلمي وصعوده في مدارج الاستنباط وليحضر دروس كبار الفقهاء آنذاك كالإمام الشيرازي السيد ميرزا علي آغا نجل الإمام المجدد الشيرازي وغيره من المحققين الكبار كالمحقق النائيني والمحقق العراقي رضوان الله عليهم ثم انتقل إلى كربلاء المقدسة الحاضرة العلمية العريقة والتي تعود عراقتها إلى أكثر من ألف سنة بدءا من الإمام الصادق صلوات الله عليه ومرورا بالمحدث الكبير حميد بن زياد النينوي وإلى العلامة الكبير ابن فهد الحلي ثم العلامة الكبير الوحيد البهبهاني وكبار تلاميذه أمثال العلامة الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء وأنجاله الفقهاء الثلاثة الكبار كل من الشيخ موسى والشيخ علي والشيخ حسن والمهديين الأربعة العظام بحر العلوم والشهرستاني والنراقي والخراساني وإلى الميرزة القمي وصاحب الرياض وصاحب المقابيس وشرح العلماء والشيخ الأنصاري والأردكاني وصاحب الضوابط وأخيرا إلى الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد محمد باقر الحج وغيرهم وكان نزوح الإمام السيد ميرزا مهدي الشيرازي إلى حوزة كربلاء المقدسة بطلب من الإمام السيد حسين الطبى طبائي القمي قدس سره الذي جاء إليها مبعدا من إيران بسبب الطاغوت البهلوي وأحيا حوزتها العلمية العريقة فلب الإمام الشيرازي هذا الطلب فعاد إلى مسقط رأسه كربلاء وأعاد الحوزة العلمية فيها بعد الإمام القمي قدس سره من عام 1366 للهجرة وإلى عام 1380 للهجرة حيث وفاته آنذاك ثانيا كان للإمام السيد ميرزا مهدي الشيرازي ثلاثة إخوة الأول السيد محمد صادق الحسيني الشيرازي الذي توفي في عنفوان الشباب في كربلاء المقدسة ودفن فيها الثاني سماحة آية الله السيد عبد الله الحسيني الشيرازي وهو أكبر الإخوة ولد في نفس الدار بكربلاء المقدسة عام 1296 للهجرة المقدسة ونشأ وترعرع فيها ثم اضطر للسفر إلى خارج العراق نتيجة المضايقات من الدولة العثمانية آنذاك ثم بعد فترة لم تكن بالقصيرة عاد إلى العراق على إرهاصات الحرب العالمية الأولى وانشغال الحكومة العثمانية بالحرب مع بريطانيا ثم سافر إلى إيران وبالذات مدينة مشهد المقدسة أيام الإمام القمي السيد حسين الطبى طبائي وكان يخطب في دار الإمام القمي بالمواعظ التي يبكي لها الحاضرون من التأثير العميق الذي كان في كلامه ومواعظه نتيجة التقوى العالية التي يتسم بها وكان معروفا بها وتوفي هناك عام 1350 للهجرة المقدسة وشيعة شيعا جليلا مكتظا بالعلماء والوعاظ ورجال الحوزة العلمية العريقة وسائر المؤمنين ودفن في باب الحرم الطاهر للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من جانب القدم الشريفة لضريح الإمام عليه السلام وأعقب من الذكور صاحب الفضيلة السيد الجليل السيد محمد حسين الحسيني الشرازي المتوفى في مدينة قم المشرفة عام 1421 للهجرة المقدسة ودفن هناك وأعقب من الإناث السيدة العلوية الجليلة بتول تزوجها حفيد الإمام المجدد الشرازي السيد محمد حسن الحسيني والابن الأكبر لآية الله العظمى السيد ميرزا علي الحسيني الشرازي والمسمى باسم جده المجدد الشرازي والذي أعقب خمس بنات إحداهن زوجة سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف والأخرى زوجة سماحة آية الله السيد محمد الكلانتر مؤسس المدرسة الكبرى في النجف الأشرف المسمات بجامعة النجف الأشرف والأخ الثالث للإمام الميرزا مهدي الشرازي هو سماحة آية الله السيد الميرزا جعفر الحسيني الشرازي قدس سره المولود في كربلاء المقدسة في نفس تلك الدار بين حرم الإمام الحسين عليه السلام وبين المخيم الطاهر عام 1310 للهجرة المقدسة ونشأ وترعرع فيها وتلقى العلوم الأولية بها ثم هاجر مع أسرته إلى مدينة سامراء المقدسة حيث الحوزة العلمية التي أسسها الإمام المجدد الشرازي عام 1291 للهجرة المقدسة والتي كان يرأسها آنذاك مفجر ثورة العشرين وزعيمها المطاع الإمام الشيخ محمد تقي الشرازي قدس سره وبعد استشهاد الإمام الشرازي بالسم انتقل السيد الميرزا جعفر بأسرته إلى النجف الأشرف وبقي فيها حتى عام 1370 للهجرة المقدسة حيث ابتلي بمرض عضال فسافر إلى طهران لعملية جراحية أجريت عليه وانتهت بوفاته هناك وفي نفس العام وشيع تشيعا مهيبا ودفن بجوار السيد العظيم عبد العظيم الحسني عليه السلام بالري في رواق للحضرة الشريفة يسمى اليوم برواق أب الفتوح رضوان الله علي وقد أعقب السيد الميرزا جعفر بنتين فقط ثالثاً وكان للإمام السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي قدس سره أربع أخوات أحداهن زوجة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الإمام السيد ميرزا عبد الهادي الحسيني الشيرازي قدس سره وهو ابن آية الله السيد ميرزا إسماعيل الشيرازي ابن عم الإمام المجدد الشيرازي وأعقب ثلاثة أبناء وخمس بنات وأبناءه الثلاث هم آيات الله السيد موسى الحسيني الشيرازي المتوفى عام 1400 للهجرة في طهران والسيد محمد علي الحسيني الشيرازي المتوفى عام 1424 للهجرة في النجف الأشرف ودفن في الصحن العلوي الشريف في مقبرة الإمام المجدد الشيرازي والشهيد السيد محمد إبراهيم الحسيني الشيرازي الذي استشهد بأيد البعثيين الطغاة مع الكوكبة الكبيرة من علماء النجف الأشرف وكربلاء المقدسة قدس الله تعالى أسرارهم جميعا وثانيهن زوجة آية الله السيد علي النوري قدس سره والد آيتي الله المرحوم السيد محمد النوري قدس سره والسيد محمد رضا النوري دامت بركاته أولاده خلف الإمام السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي قدس سره من بعده عشرة أولاد أربعة ذكور وستة إناث وهؤلاء هم أشقاء وشقيقات المرجع الديني الأعلى الإمام السيد صادق الحسيني الشيرازي مد ظله العالي أكبرهم هو سماحة آية الله العظمى الإمام الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي قدس سره ولد في عام 1347 للهجرة المقدسة وانتقل إلى جوار ربه عام 1422 للهجرة وهو سلطان المؤلفين حيث ألف زهاء ألفي كتاب في العقائد والأخلاق والتفسير والحديث والفقه والأصول وغيرها من شتى العلوم والفنون وقد طبيع منها إلى الآن أكثر من 1300 كتاب والباقي في دور التحقيق حتى تطبع ومنها موسوعة الفقه التي طبيع من مجلداتها حتى الآن أكثر من 120 مجلدة وقد أثر الإمام السيد محمد الشيرازي قدس سره منظومة الفكر الإسلامي بأفكاره الفريدة والاستنهاضية السلمية الرفيعة وقد أسهم في انتشال الأمم الإسلامية والعالمية من الواقع المتردي والحضيظ الذي ارتكست فيه إلى مدارج من العز والكرامة والحرية والرفاه كما أسس مباشرة أو بتشجيعه المئات والمئات من المؤسسات الحيوية المختلفة من الحوزات العلمية والمؤسسات الثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها في البلاد الإسلامية والبلاد غير الإسلامية ومن الحسينيات والمكتبات العامة ودور النشر وغير ذلك ثانيهم سماحة آية الله الشهيد السيد حسن الحسيني الشرازي قدس سره ولد في عام 1354 للهجرة المقدسة واستشهد في عام 1400 للهجرة وهو مؤسس الحوزة العلمية الزينبية المقدسة في دمشق الشام بجوار ضريح عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهم الصلاة والسلام ولا تزال الحوزة العلمية مشعا لعلوم أهل البيت عليهم السلام على شتى المستويات وترفد العالم الإسلامي وغير الإسلامي بالمئات والمئات من الخريجين إلى قارات العالم علماء وخطباء ومدرسين وأئمة الجمعة والجماعات ومؤسسين بدورهم أيضا لمؤسسات علمية وثقافية وخيرية وعبر عقود عديدة من الزمن كما وخلف آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي قدس سره قائمة متواصلة من المؤلفات الإسلامية في مختلف الجوانب الحية ومنها موسوعة الكلمة وهي كلمة الله وكلمة الإسلام وكلمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكلمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وكلمة فاطمة الزهراء وكلمة الإمام الحسن وكلمة الإمام الحسين وكلمة الإمام السجاد وكلمة الإمام الباقر وكلمة الإمام الصادق وكلمة الإمام الكاظم وكلمة الإمام الرضا وكلمة الإمام الجواد وكلمة الإمام الهادي وكلمة الإمام العسكري وكلمة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى غيرها من الكلمات وغيرها من الكتب القيمة ككتاب خواطري عن القرآن وغير ذلك ومن الإنجازات المهمة جدا لآية الله الشهيد السيد حسن الحسيني الشرازي قدس سره السعي الحثيث لهداية العلويين في سوريا ولبنان وهم يعدون بالملايين وقد سعى جاهدا عدة سنوات على علماء العلويين بالمثابرة العالية والمناقشات الطويلة ليل نهار حتى أقنع العشرات منهم وبالضبط أكثر من ثمانين عالما حتى وقعوا البيان التاريخي الذي ينص على أن المسلمين العلويين هم شيعة أهل البيت عليهم السلام بالتزامهم بأصول الدين وفروع الدين والأخلاق موافقا للإسلام الواقعي والحقيقي الذي عرفه أهل البيت عليهم السلام وقد طبع هذا البيان التاريخي بطبعات مختلفة ولغات عديدة ومئات الألوف ووزع على العلويين في كل من سوريا ولبنان وكان يريد رضوان الله تعالى عليه التوجه إلى العلويين في تركيا وإيران والعراق لأداء دوره معهم على الغرار الذي كان له مع العلويين في سوريا ولبنان وليخرج معهم بنفس الإعلان لكن الأيدي الغادرة أردته شهيدا مشحطا بدمه الزكي في سبيل الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يوما مشهودا في مدينة كربلاء المقدسة قل له نظير فقد عطلت الأسواق وتوشحت جدران الحرمين الشريفين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام بالسواد وكذا أطراف الأسواق والشوارع وأبواب المحلات غرقت في الأكسية والأعلام السوداء وتم الإعلان عن وفاته في مآذن الحرمين الشريفين بكرات ومرات ليلا ونهارا وأعلنت الإذاعة العراقية آنذاك نبأ وفاته المفجع فانهالت ألوف السيارات من أطراف العراق إلى كربلاء المقدسة خاصة من المدن المقدسة النجف الأشرف والكاظمية وسامراء المقدستين يتقدمهم عدد من مراجع التقليد وفي مقدمتهم سماحة آية الله العظمى الإمام السيد محسن الطبى طبائي الحكيم قدس سره واكتظت مدينة كربلاء المقدسة بأسواقها وشوارعها وأزقتها بالمشيعين وطالت تشيع من الصباح الباكر وإلى العصر تخللته صلوات الجماعة للظهرين في الحرمين الشريفين وقد صلى على ذلك الجثمان الطاهر بوصية خاصة منه ولده الأكبر الإمام آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشرازي قدس سره ودفن في الحجرة الكبيرة في الزاوية الغربية الجنوبية من الصحن الشريف حيث مزاره الآن وفي أثناء تغسيل الجثمان الطاهر للإمام الشرازي في مغتسل المخيم بماء الفرات إن كسفت الشمس كسوفاً كلياً مفاجئاً أظلم له الفضاء فهرع الناس لإقامة صلاة الآيات جماعات وفرادا في الحرمين الشريفين وفي سائل المساجد ولا يزال يتحدث عنه القاصي والداني إلى يومنا هذا وبعد أكثر من نصف قرن كما وذكر الكسوف المفاجئة العشرات من الأدباء والشعراء في قصائدهم من النوعين الشعر القريض والشعر الشعبي وطبع بعض ذلك في الكتاب الخاص الكبير باسم حياة الإمام الشرازي الذي قام بطبعه ونشره مكتب منابع الثقافة الإسلامية في مدرسة باد كوبة الدينية التابعة للحوزة العلمية في كربلاء المقدسة تابعة للحوزة العلمية اشتركوا في القناة